اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلونا ارحب ديوفي وديوف حضراتكم في هذه الفقرة نجمة كبيرة كابتن محمد حجيزة كابتن محمد ازاي اسلام عبدالله كله تمام ايضا نجمة كبيرة كابتن عدل عبدالرحمن ازاي كابتن عادل اهلا كابتن اسلام حبتك مع حضراتكم بالحدث الاهم النهاردة وهو استقالة او اقالة كابتن اصام عبدالفتاح ورأيك في هذا العمر يعني هو انا شايف ان الموضوع ده تأخر كتير يعني المفروض ده كان من فترة كبيرة وما كناش احنا عارفين اذا كان موجود ولا مش موجود ناس تقول ده ماشي ومش اخلاص قال لهم انا مش معك وسافر وبعدين اتفاجئ انه موجود وبعدين ما ينفعش انه كان برضو بعد القرار اللي اخدوه ان يجيبه واحد يصلح موضوع التحكيم انه هو يبتدي خبط فيه ويقول انا مقدرش اشتغل والاستاذ والتلميذ والحاجات دي كلها ومع ذلك برضو في ظن احنا ما فيش يعني الاتحاد ما طلعش قال الموقف ده ايه هل يشتغلوا مع بعض هل الراجل مش موجود اصلا ما الفتح مش موجود ما ما عارفناش يعني فاخيرا بقى كان لازم الظاهر يتخذ قرار سواء استقالة او اقالة انه لازم يفصلوا الترفينا عشان الراجل خلاص رسميا برضو عشان نبقى بنقول رسمي اللي بيطلع من الاتحاد انه تم كابتن عصام عبدالفتح قدم استقالته وتم توجيه شكر ليه انا لانا فهمه يا اما تم توجيه شكر ليه يا اما قدم استقالته ممشوش لاتنين مع بعض لكن هو ده انا بأتكلم على اللي طلع من الاتحاد يعني بص هم سايبينها عشان الناس بقى كل واحد يفهم زي ما هو عايز يا اما اقالة يا اما استقالة وفي الحالتين انا شايف ان كان لازم زي بقولك الموضوع ده يتخذ من فترة كبيرة لم يفعش الراجل اللي يجي وكان استحالها هيبقى لاتنين يعني تخلي انت واحد جاي لسه عشان يمسك ويعمل اصلاح والرجل اللي موجود معاه هنا اللي هو المفروض همزة الوصل لان الرجل الجاي مش عارف برضه للحكام ولا عارف طبيعة الدنيا هنا ايه فده اللي كان هيفهمه الكلام ده الراجل اللي عايز يفهمه الكلام ده مش مقتنع بيه بيقول انا احسن منه زي يجيب واحد اقل مني ان هو يبقى موجود فكان لازم زي بقولك الموضوع ده يتخذ يعني من فترة كبيرة واعتقد ان فيه بريقة امل لاصلاح طبعا موضوع التحكيم في مصر خلال فترة اللي جاي يعني كابتن عادل هو احسن منه في ايه يعني يمكن احنا بنتكلم على اللي بيمسك لجنة الحكام بيبقى حاجة من اللي بيطور الحكام واحنا شفنا قدين حكامنا ما تطوروش لا بيخلي حكامك تلعب دولي في بطولات دولية زي كاس العالم انت ما عندكش الا لا يزمان في كاس العالم الوحيد مصر ما فيهاش حكام يمكن ولا فيها طقم حتى ما فيش ما فيش اللي لازمان يعني انت ما تطورتش بيهم ده رغم اتنين المهم انك انت لما تكون ماسك التحكيم وتطلع تدافع على الحكام بتوعب بالباطل بالباطل ما فيش هو فاهم غلط هو حافظ مش فاهم كان في الفترة دي ليه لانه هو لو قال ان حكمي اخطأ الناس تحترمه يعني انت راجل ماسك لجنة الحكام فيابع عندك الكويس وعندك مش الكويس فلما واحد من حكامك يغلط اطلع قول لكن انت تغير قوانين وبرتكولات وتقول برتكول ومش برتكول القانون وروح القانون والحاجات دي كلها وعايز في الاخر ان هم ما يقولكش هو ايقالة طبعا هو الشكل العام انه هو قدم استقارته ودي حاجة عامة الناس اللي زينا اللي نضم اواطف ومشاعر والحاجات دي اللي عادنا مع بعض ويقولك كان نعيش وملح مع بعض والحاجات دي وفيه اسرار ما بيننا خسرنا اتنين دوري مع بعض لا وفيه اسرار ما بيننا انت فاهم فيه اسرار ما بيننا فلازم اطلعك بشكل كويس يعني ما برضو محدش يستحمل ان عصام يطلع يقول كلمة ولا اتنين يعني فعصام برضو هيطلع يتكلم فلا عصام ده احنا نتحايلنا عليه ان يعود لكن هو لا رفض ازاي لانه هو راجل جامد جدا عشان كده احنا بيننا استقالته ده كلام مضيعت وقت انت قلت كلمة هي حتة ان هو ما بيطلع يدافع عمال على بطالة عن الحكام والغلطات اللي بتبقى باينة قوي ويدافع عنها في الوقت ان الفضايات مليانة حكام بيبقى اتجاه معاكس تماما بس هو مش اعلم من الرجل اللي جيه الرجل اللي جيه ليتجربوا ليتجربوا برضو انا شخصيا بس بعدين مش هتكلم عنها دلوقتي الحقيقة لكن هتديروا فرصته خلال الفترة القادمة لانه انا عندي الحقيقة عدد من الملاحظات على مارك كلاتنبرج وتواجده في السعودية حالك كنت عارف ويمكن حالك ممكن تعرف الكلام ده كويس انا علاقاتي جيدة في السعودية بالاتحاد الجدة وهكذا وكانت نعادل نفس الكلام ممكن جدا تسأل انا سأل فانا هسيب الملاحظات دي لعله تكون خلال الفترة القادمة بداية جديدة بالنسباله لانه كان هناك عدد من الملاحظات على اداءه في تطوير التحكيم لكن كل في وقته هو انت عارف انه في حكام بعينها في كل مكان عايزين يكبروها عايزين يعملوها حكام كويسة زي هنا الدور المصري دور المصري احيانا في عندك حكمين تلاتة دولا بيبقوا ملاك الوضع معين بمعنى ان دولا بيعملوا بيعني بيحلوا ازمات لاندية بعينها بيحلوا ازمات لشكل فاهمني فدولا بيبقوا خارج الراجل ده ودي حقيقة يعني يعني انا عايز اقولك انه ازام عفتاح رغم هذا انا بقولك انه احيانا عمل حاجات هو مكبر عليها واحيانا عمل حاجات متطوعة هو واحيانا اخطأ اخطاء هو عارف ان هي اخطاء يعني من وجهة نظري الاكتر من مرة يدافع عن الحكام بالبطل دي على ما تستفهام انا مش هلومك مش انت اللي اخطأت انت راجل ما اخطأتش انت راجل انا بشغل الرجل ده حكم وديته الحكم وديته المباراة هو ما دارش المباراة كويس لا ده اخطأ في واحد اثنين ثلاثة وما تدنوش المطش اللي بعدين يجب يكون هناك حساب لا بيدافع عنهم يا كابتن الاسلام مش بيعمل حساب يعني مثلا هو امبارح ايه اللي خلى المنضوع بس برضو كمان يجبر اوي امبارح انه كابتن عصام حط الثلاثي اللي هما دايما بيعملوا مشاكل معناد الاهلي كابتن محمود عشور كابتن مصطفى متحد كابتن باسيوني تلاتة حتمحوا كامل الفرلاء لمباراة مختلفة طيب هل الكابتن محمود عشور لم يخطط في مباراة فاركو لا اهمي من الاهلي طيب لو الهدف ده طلع هو الهدف سليم مليون في المية حتى مبارح تم تسريب انه الهدف صحيح ان الهدف غير صحيح انا اسف وانه الكرة افسايت فعلا مبارح تم تسريب الموضوع ده بالليه لو تتذكروا او معرفش شفتوه لأ فطبعا جمهور النادي الاهلي وقف في هذا الامر افسايت ايه يا جماعة احنا قسنا الكم ياردة من كم متر من هنا وكم متر من هنا وبان برس تاو ابعد فيعني ما ينفعش وشفنا الخط اللي عمله في وسط اللعيب لو ده صح طيب الكرة التانية اللي كان فيها ركل الجزاء هل هي مش خطأ كرة التالتة اللي فيها الطرد هل هي مش خطأ اللي مع أليو ديانج هل هي مش خطأ كل دي اخطاء كان يجب ان يتم الحساب الحساب ازاي مش بتاعتي يا كابتن اسلام هاي دي المشكلة انت بتقولها دي هي دي المشكلة بس المفروض رئيس اللجنة يطلع يقول الرجل لا لا مش لازم يطلع يقول ان هو اخطأ وانا كمان اعرف ان الرجل ده تعاقب يعني ملاقوش الاسموع اللي بعده في مباراة دي مدارس بقى اعرف انه تعاقب او لا دي مدارس لكن انا كابتن مثلا انا مثلا كرئيس لجملة الحكام ممكن اعمل ايه افكر اقول ان كابتن محمد حشيش وان كابتن عدل عبد الرحمن اخطأه مثلا يعني في مباراة من المباراة ثلاث مباراة مش حيلعبهم مثلا تمام تمام مثلا لانه انا هجيب مني الحكام وحسها بقى وشوفها وحسها الله ينور عليك لكن اننا الماتش اللي فات بيخطئ في كرة برسي تاو بلاش كرة برسي تاو بقيت الكرات الاخطاء اللي اخطأها الحكام تاني ماتش بعدها بيومين احنا ايه موجود في حكام ويلفار كانت مصطفى متحت والاخطاء ما احترامنا ليه طبعا الاخطاء انا بتكلم مهنيا الاخطاء اللي حصلت الاقيه بعدها بيومين موجود ده انت حتى كمان لو حصل يعني وما تعقبش انه توقف ابعده عن الفرقة دي عشان ما استفزش الناس او جمهور الفرقة دي شوية يعني حتى احس هن راح اتجاه تاني انما هو بقى مصمم على نفس الاشخاص في اوقات معينة في مثلا حاجة مع الحاكم الفلاني ده لو ما جبتوش في الملعة جيبه بر طب ازاي كنت انحشيش اقولك حاجة احصائية على الفار 18 بنت السنة اللي فاتت ضيعوا من النادي الاهل الدوري سنة اللي فاتت انا بحللهم كنت بحللهم وبشوفهم ومسجلهم واجبهم السنة دي وصلنا ل 15 بنت يعني انت 14 اه بالزبط 14 14 اه اخدنا 2 14 انا حسبتهم 3 14 بنت 14 بنت انت الاول في الدوري كان بنت اعلى مننا ب7 بنت لو المطشات اتعدلتها يبقى سبعة يعني لو خسرت من ال 14 دولار ببعة يعني وكسبت عشرة يبقى انت اول دي حقيقة انا بكلمك من الفار الفار راجع اي جون للنادي الاهلي لازم يتراجع بالفار اي لعبة شكل للنادي الاهلي لازم تتراجع بالفار الجون اللي بيدخل في النادي الاهلي احيانا ما بيروحوش للفار خالص يمكن الحكم بيبقى سعيد جدا وبيجري على نص الملعب انا مش بقول كده من نظرية المؤامرة على النادي الاهلي والحاجات دي لا انا بقولك حقاق انا بقولك حقاق ده كانت بتحصل الحاجة المهمة اللي انا عايز اقول عليها انه الحكم دلوقتي ومع الفار نسبة الخطأ بتكون حوالي واحد في المية ويمكن ما فيش نسبة خطأ ليه؟ لان الحكم بيقف بقولك ايام انت شفت قصة الفني بولفاقة لا تشفت قصة الفني اسمعت قصة الفني ولا لا لا ما اسمعت كابت المحمود عشور طلع على السوشيال ميديا وكتب على صفحته كلام في اتحاد كورد يا جماعة احنا لو عايزين العدالة انا حطيت التقريبان يعني او يا جماعة هتولي الكلام بالزبط عشان ده كلام لازم يتقال بالزبط يعني ان الفني بتاع الخطوط هو اللي حط الخطوط غلط او ده معناه يعني ده معناه الكلام اللي هو قال ان انا ما ليش دعوة انا بحط النقط وفني الخطوط هو اللي والله يتقال كدا اي انا عارف وحطتها مرتين مع ناصر عباس وانا كنت مع كابتن ناصر عباس وانا قلت له الموضوع ايه الموضوع دي عبقرية في اتخاذ القرار مين اللي يروح المبارادي عشان لما يحصل الموقف ده ايه اللي بيحصل اول حاجة ما عندوش خبرة قابل مطش محمد عشور كابتن صغير محمود عشور كابتن مصطفى ميتحق لازم يحط واحد علشان كلمة ما عندوش خبرة تتقال بعد ما يخطأ يجي عشور مع عشور مش هيخطأ في دي يبقى الفن اللي اخطأ ما هو ترتيب الشيء يعني انا يمكن قلت له ناجيب الرحاني مرة قال لك ايه لما تيجي تبيقى الخروف اه جردل ومقاش اه جردل ومتاع الخروف فاتورة ناجيب الرحاني اللي احنا بنقول عليه نعم هي فاتورة ناجيب الرحاني اللي احنا بنقول عليه بس انا بقول ايه بقى بقول احسن من الشغل توضيب الشغل هو انت دلوقتي علشان الفار يديك القرارات لازم تبقى انت ما بعد القرار الخطأ هات المبرر ايه انا يمكن قلتها المرة اللي فاتت قبل ما المطش يبتدي اللي هو كان الحاكم على الفار كان معندوش خبرة قلت النهاردة يبقى فيه معندوش خبرة اه لما شفت عشور انا عارف عشور كويس وعرفه جيدا يعني عشور من المدربين الشاطرين جوه الملعب يعني عشور ما تلحش عليه دي يمكن عشور انا بس ما عليش محتاج اقول الكوات اللي هو قالها علشان برضو يعني ما يبقى الكلام لحاول اولا قواتها الا بلا في انتظار نشر الاتحاد المصري ده في اطار الكلام اللي حالك كنت بتقوله من شوية ان الكابتن عسان ممكن يطلع يتكلم لحاول اولا قواتها الا بلا في انتظار نشر الاتحاد المصري كورة القدم ما تم في تطبيق تقنية التسلل في غرفة بار للتوضيح بالدليل صحة او عدم صحة الهدف ده كلام الكابتن محمود عشور وأنا على استعداد بالاعتراف بالخطأ بشكل رسمي وبتقرير كتابي للاتحاد إذا كنت أخطأت في تطبيق تقنية التسالي من خلال غرفة البار حتى لا يتم اتهمنا ده كلام الكابتن محمود عشور ما هو يعني بيحضره التحضير بتاع المبرر بتاع الخطأ لأنه هم عارفين أنه يبقى فيه خطأ أنا بكلمك كلام وأنا مسؤول عنه عارفين إزاي كابتن؟ عارفين قبليه عالفيا لا أنا مش بتكلم على ضمير أنا مش بتكلم أنه بص هو أنا دلوقتي الجون اللي اتلغى بتاع بيرسيتاو ده اتلغى ليه هو حاجة من الحاكتين لا هو حاجة من الحاكتين لا أنت مش عارف كحكم جوه الملعب وحسة والله زمان طب اللله زمان ما داش على فكرة من أشتر وأحسن مش عشان جير في وس الملعب لا هو جريء وقوي وقف مع بيرسيتاو وبيعرف يقف هو وقف كويس هو قدر واحد شافها طب الحاكم مشي عليه طب العشور لما رجع أنا عارف إن عشور شاطر عشور بالنظرة وخبرته عشور حكم مطشات كتير قوي طبعا وعشور من الحكام اللي بيعرف يطلع على المطش معلم يعني بيعرف يطلع على المطش كم كام ده عشور زكي يعني بيعرف أنا مش عارف الحالة ماشي لأ هو عشور لأ عنده موهبة عنده موهبة كويسة عشور لأ يعني موهوب يعرف إيه إزاي مش الموضوع فهو عارف إن دي جون بس ممكن يكون موهوب في الملعب مش في الفار على فكرة موهوب في الاتنين يعني أنا بس عايز أقول حاجة يعني حاجة مهمة قوي يعني هو المفروض إن الزر ده موجود ليه مش عشان يقلل أخطاء الحكام مظبوط أنا شايف إنه في مصر بيزود أخطاء الحكام يعني بيزود أخطاء الحكام يعني أنا لو لغيت الفرح سلي مش أعمل الجدل الغير لا الفر كويسة كتن بس لو عندك إرادة بس كتن احنا خلينا سمعتك بقت وحشة في مصر كتن أنا قلت لك إن عشور حريف وده حكم كويس أنا بكلمك بمثال أمانة حكم كويس وبيعرف يتحكم في المباراة وبيعرف يطلع المباراة زي ما هو عايز فهو مش هيفوت عليه لا لا مش هيفوت عليه حتة إنه إنه يحسبها جنو ألا لأ يعني عشور لو واحد غير عشور لأنه عشور متمرس في الحاجات دي عارف إمتى يسيب دي وعارف إمتى يعمل هو على فكرة دي بقى اللي الكابتن أسام مرة أو حد تتكلم فيها وقال إدارة المباراة وليس تحكميا إدارة المباراة هذه المشكلة كمان مشروح البروتوكول وراء الاتواء وعلى فكرة بس يا جماعة عشان ما حدش يفتكر أنا آسف عشان ما حدش يفتكر نحنا بنتكلم هذا الكلام عشان نلقي على أو تعادلات النادي الأهلي خلال الفترة السابقة الفترة الأخيرة وهزائم النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة على التحكيم إطلاقا رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب طلع قال نحن لا نعف اللاعبين من هذا الأمر وبالتالي إحنا خلاص ده الأساس بتاعنا وبنتكلم عن التحكيم يعني لو التحكيم كان جيد السنة دي أعتقد أن كان موناً الممكن أن يتم إضافة عشر على الأقل من الاربعتشر نقطة إضافة عشر نقاط كان يستحقهم النادي الأهلي وياخدهم وكان ممكن بأول الدولة أنا يا كابتن إسلام عندي حاجة تفضل ممكن أختلف معاكم آه قوي قوي تفضل مش معنى أن أنا وحش أن أنا أخسر أن أنت تخسرني صح اديني حقي طبع أنا مش هبقى ريال مدريد بجلة تقدرها رجعت أربع مرات في كس أوروبا كانوا مغلوبة أربع مرات وأحياناً كسبت مطشاط وهي ما كانتش كويسة أيوة وبرشلونة كتير قوي كسب مباريات ما هو مش كويس أنا مش مبرر أن أنا لعبتي مش كويسين وأخطأ ومش بس أنت ما تدينيش حقي أنا بقولك آه أنت بتتكلم دلوقتي المشاكل اللي فيها النادي الأهلي لو كان الضار حسب لك النقاط دي ماكنش يبقى عندك مشاكل إحنا يبقى عندنا مشاكل داخلية إحنا عارفين ممكن لعيبة قلت ممكن لعيبة ممكن تغير ممكن تشتغل لكن على مستوى الجمهور على مستوى الجمهور والنتائج كنت أنت زمانك الأول وبتاخد الدوري والحاجات دي علشان كده بتكلم في الحكم يدي للفرقة حقها يعني أنا في المباراة المباراة اللي هو المباراة الأخيرة النادي الأهلي كان ليه جون للتحاد ولا اللي قبلها فاركو لا اللي قبلها فاركو النادي الأهلي كان ليه جون وكان ليه اتنين بنالتي وفاركو كان ليه بنالتي أنا كنت عايز يدي التلاتة يدي على الأهل بنالتي أنت بتقول كده جوة قناة الأهلي طب الحمد لله لازم كان يدى على الأهل البنالتي ويدى للأهل الجول ويديوله لتنين طرد أيوة معهم بالزرط كان فيه اتنين طرد ويدى له لتنين طرد لعبة فارغو كان اتنين منهم اطرده أنا ما يهمني ان شاء الله ادى على الأهل خمسين بنالتي لما يكون في بنالتي أنا عايز يسير بليه؟ إن أنا بدي كل واحد حقه أو سواء عليه أو ليه أي أن كان اللي قدامي يعني أنا الألوان دي بتختفي خالص؟ بتختفي خالص من الملعب، بتختفي خالص؟ ما ليش دعوه حتى ده بينافس فوق وده هيهبط تحت وده مرتاح شوية فمش مشكلة حسب تعليه ضرب الجزام أو في المنطقة الدافئة يعني الكلام ده كله المفروض ما بقاش جوه الحكام أو رئيس اللجنة أو 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 الجمهور ده ما بحبوش، الجمهور ده بيقول علي كذا لازم أنا أشيل الكلام سأنا واسخ إن الكابتن عصام عبد الفتاح إنه هو يكون ضيفنا في البيت الكبير لو عايز يعود أربع ساعات ما عنديش مشكلة يعني نستأذب من إدارة القناة ونسألهم لكن لو عايز يعود أربع خمس ساعات ما عنديش مشكلة أجيب للكابتن عصام كل ما حدث خلال السنة دي أو السنة دي بس مش هنتكلم عن السنة اللي فاتت ما فيش حاجة ماشي بس لك شان الحلقة تقضي لنا مع خمس ساعات ونتكلم في الحاجات دي بما يرضي الله ونتكلم في كل الأحداث اللي حصلت خلال الفترة السابقة بما يرضي الله وكلامك قدام كل جمهور النادي الأهلي يا كابتن عصام وأنا مش هقطعك في حاجة أنا هقول لك الموقف ده اتعامل ليه وعشان ايه جمهور الأهلي له الحق على الهواء مباشرة أنا هو يا كابتن عصام أنا ببلغ حضرتك أمام ملايين الأهلوية اللي بيسمعه ويمكن لما يكون بره يقدر يتكلم أتمنى ممكن هو جوه ما كانش يقدر يعادل إن هو يقدر يوضع حاجات معانا لا كابتن أصبر مثلا أصلي كابتن سام هيتكلم في كورة أمير عابد اللي دخل فيها في حمدي فتحي هيتكلم يقول ليه رجلين حمدي فتحي سابتة رجل الولد رجل أمير عابد عالية ودخلة في الأصبة كابتن محمد عالية كابتن محمد عالية أنا عادي سأل سؤال لو جيه قال خطأ هو لو جيه قال خطأ هو ميل هيلوم عصام عفتاح بالظلم نفسه أنا بقول له من خلال البرنامج هنا أنك أنت ظلمت نفسك ليه يا كابتن عصام ظلمت نفسك لأنك أنت كنت بتدافع الدفاع الغلط يعني أنت لما تطلع كابتن عصام تقول لا أنا الحكم عندي أخطأ واحد أو بلاش تعلن الخطأ لأن أحيانا لجنة الحكام ما بتعلنش الخطأ بقى أنت تعمل إيه يا كابتن عصام أنت عامل عندك الحكم ده النهاردة أخطأ يبقى مش يحكم لمدة ثلاث أسبوع زي ما كابتن الإسلام قال حلو؟ لكن هو كان بيحكم تاني ماتش وبالذات للنادي الأهلي اللي بيخطأ في النادي الأهلي النهاردة بيخليه حكم بقرة يا عادل ده الأسوأ كمان هو فيه حكم بيطلع يصرح بعد الماتش بتاعه محمد عادل طلع بعد ماتش أهله زمالك وقال لك احتواء وقال الكلام ده وطلع مع مين الكابتن محمد عادل؟ مع كابتن شوبير في الراديو خلاص؟ أنا عرفت بقى بمصادرنا أن الكابتن عصام كان موجود جنب الكابتن محمد عادل وهو اللي بيقوله يقول روح البروتوكول وروح الاحتواء لأ البروتوكول دي بعدين يعني أنا عايز أسأل الكابتن عصام أهو بسأل الكابتن عصام على الهواء يعني إيه روح البروتوكول يا كابتن؟ أنا هجيب لحضرتك المكالمة التليفونية هستأذن طبعا الرجل الأول علشان ما بقاش يعني يعني تعديت على حقوقه هستأذنه الأول وهكلمه وقوله معلش 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 نك رجل مسؤول في الفيفا وحضرتك عارفه وكدت قاعد معاه هسأله إن أنا سجل المكالمة اللي بينه وبين عمر البنوبي وإن نسمعك ونسمعها إن مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول يمكن حضرتك تقول لنا حاجة تقنعنا بيها يمكن يعني على ما أتذكر هو كان عاوز كدت نعصام من الحكام اللي دايما عاوز يبتكر أنا موافقك ابتكر بس وإنت مش في المكان ده إنت دلوقتي برا اعمل بقى كتاب عن التحكيم وغير شوية من الـ واعمل الروح واعمل الحاجات اللي إنت وحضر اللي إنت عايزه لكن وإنت بتدير منظوم التحكيم لازم العدل الأول العدل في إيه؟ بالزبط كده إنك إنت أكتر حاجة تعملها في العدل إنك تعترف بخطأك مفيش مشكلة الناس هتعمل إيه؟ ده بالعكس الناس كانت بتزعل زيادة لما يطلع حجة يعني مثلا محمد عادل قال لك احتواء وكأننا في أفلام كوميدي يعني فيلم كوميدي إنك إنت واحد يقول لك أحتويهم رغم إن أنا أقول لك حاجة محمد عادل ساعتها كلمة أحتويهم ممكن يكون قاصد حاجة تانية يعني ممكن يكون قاصد إن أنا أحتوي المباراة أطلع المباراة لبر الأمال لو كان قال كده لكن أحتويهم يعني معناً إننا سايسهم معناً إننا يعني إنت عارف عادل مشكلة كمان إيه؟ أقوحنا ليه بأن سنين يا أسلام الموضوع لجنة الحكام الرئيسية دي قاصرة على اثنين بس كابتن جمال كابتن جمال وكابتن أصام عشان هما اللي لقبك سعال ده شوية وبعدين يمشي مش لازم أكون أنا يعني ممكن على ذكرة كابتن جمال كتحيامه أحسن من كده بكتير وكابتن أصام على فكرة الشخصية وحضراتكم طبعاً طبعاً شخصيات محترمة ومهمة جداً وجبار جداً ولكن مهناياً كابتن أصام يعني أصام عم فتح كل حاجة فيه كويسة أنا بكلمها ظلم نفسه أصام عم فتح ظلم نفسه جامد أصام عم فتح كانت حاجة جامد كويسة محاضر كويس وجيد شخصيته كويسة يقدر يدير ويقدر يعمل ولكن هو ظلم نفسه هل ظلم نفسه ده بإيده؟ ولا مش بإيده لو مش بإيده يطلع يقول لنا نساعده حتى مكان عضو مجلس إدارة الاتحاد ومسك اللجنة دي برضو من الحاجات اللي كانتش تنفع آه ده قبل ما يبقى رئيساً بالضبط كده وبعدين لازم لازم لجنة الحكام تبقى بعيدة تماماً عن اتحاد الكورة لازم تروح للربطة لازم تروح للربطة لازم محترف زي الرجل اللي جاي الرجل ده جاي ياخد راتب بالضبط كده على ذكر الوزير أشرف صبح ببارح موزير الشباب والرياطة قال كده قال لحدك بتقوله ده قال لك ده رجل يا جماعة زي المحترف احنا جايبين ناخد فلوسه ليه ما نعينوش رئيس لجنة الحكام انا مش فاهمه هو حتى قال كده انا من ساعة ما سمعت التصريح ده مبارح الحقيقة وتفاقلت خيراً صحيح يا جماعة يعني انا جايب واحد مرة مرة تسمع انه هو رئيس لجنة الحكام كلاتنبرج ومرة تانية ده على فكرة من الاتحاد الكورة لا رئيساً لتطوير التحكيم وبعدين تالت مرة الخبير التحكيمي هو ما هو كل دي وزيط طبعاً بكثرة اشرف صبح مبارح نهى الامور بصراحة بالكلمتين اللي قالهم لانه او انا جايب واحد اديله تلاتين واربائين الف معرفش ياخد كام يعني تلاتين واربائين الف دار انا في اعتقاد يا اسلامي علشان اجيبه يو خبير هو اتحاد الكورة قرر في طريقه لحل المشاكل اللي انا اجيب مدرب اجنبي بدا الكروش واجيب مدير فني الاتحاد اجنبي مدرب الاولمبي واجيب الحكام فلما اقترح انه هو يجيب بحد ما كانش مخطط اساساً ان الكابتن عصام هيقعد فالمفروض ان الراجل ده جاي فلما الكابتن عصام قال لا هقعد لا همشي لا هقعد فبقى مش عارفين المسمى لا هي نوع من الترضياء يعني انا اعوز اقولك كابتن عصام شايل الليلة لوحده فانا بقولك كابتن عصام يتلعكلم وطلع قول علشان كده غلط. طيب أنا عاوز أسأل سؤال. هم كلهم جايبين أجانب في البلد. وليه ما نجيبش اتحاد كرة أجنبي؟ اشمعنا المدربين والإداريين والحاجات. لأن اتحاد كرة القدم بيجي بالانتخابات. طبعا. ما هو أنا جمعي العمويلة جراء لم يمكن تتخذ بواحد أجنبي. ما هي الحاجة اللي نقص. الوحيدة اللي نقص. لأن دي بقى كلها اللي عارف واحد أجنبي يجيبوا بقى. ما دي بس الحاجة الوحيدة اللي جربتناه. لأنه فيه شروط معينة لابتخاب الأعضاء الاتحاد. بس هي الحاجة الوحيدة اللي ما جربناش. أنك انت تجيب اتحاد كرة أجنبي. ما هو أنت. يعني أنت حالك ضد هذا الاتجاه أساسا. ده كنت مضيعت وقت. لأ كنت ما قولي. أنا ضده طبعا تماما أقولك ليه؟ في ايه بالزبط؟ في المدربين. أقولك ليه؟ في المدربين والحاكم ولا الحاكم؟ لأ الحاكم. لا. الحاكم آه. ليه الحاكم آه؟ لأنه فيه مشاكل. لكن المدربين لا. حسن شحاتا اللي جاب لك ثلاث بطولات أفرق. محمود الجوهري. الله يرحمه. كابتن. مع فضل الله. ما فيش مدرب أجنبي جاب لك إنجاز. بس أقول في الفريل أول في الوقت الحالي كان دلوقتي ما فيش كابتن حسن. وما فيش الكابتن جوهري. موافقك تجيب مدرب أجنبي. لكن قطاعات الأولومبي والحاجات تجيب. أنا نفسي أقول لك هاد الكرة. يعملوا زي السعودية في الوقت ده. السعودية بطل العرب في النشيين 20 سنة. السعودية بطل الأولومبي في أبطال آسيا. هو رقم واحد. ما دخلش في جون. المدرب بتاع المنتخب الأولومبي سعد الشهري. وده صديقي. وكنت بلعب أصاده كتير. وبالعكس هو ما دربش فريق أول. إحنا دربنا فريق أول. وده لعب أولومبي كتير. يمكن أنا واخد أربعة أولومبي في السعودية. بطولات مع الشباب ومع النصر. مع الشباب بطولتين. ومع النصر بطولة. ومع الاتحاد بطوله. حاجة كده. المدرب اللي تحت محمد صالح. اسمه محمد صالح. ده لسه مبطل باله. تلات أربع. ده في المنتخب الأولومبي. لا اللي كسب مصر مبارح. ده مبطل باله خمس ست سنين. بيعدوه بيشغلوه. سعد الشهري بقاله. فاتح حضرتك معه. إنه كان يجب أن يكون المدير الفني المنتخب. لا وصلوا وصلوا وصلوا. خدوا البطولات. أنا بتكلم. لا المدير الفني المنتخب زي فنجادة. قولي فنجادة عمل لنا إيه. ده حتى فنجادة ضرنا في الشهادات. يمكن ما فيش اللي كابتن محمود سعد. قولت قبل كده. والكابتن شطا. اللي كانوا سعدوا مصر. إنه هم أدونا. شهالات. الأي والبي والسي. الرخص. أنت عارف إنه دلوقتي في الدورة السعودي. ما فيش مدرب مصري يقدر يطلع يشتغل فيها. لازم البرو. أنا بتكلم في الدورة الممتاز. لازم البرو يبقى معاك. إحنا ما جدناش البرو. الدولة الوحيدة. اللي راحت بتأمل البرو دلوقتي المغرب. مغرب أكيد. لنسا كنت أقول لك والله. مش علشان الرجل دابت على المغرب قوي. لا الرجل بتاع المغرب بيحب بلده. بيحبش يشتغل بلده. أوكي. أنت ما تحبش. فيه ناس ما بيحبوش بلده. ما بيسعدوش. ده أنا عازل دود عليك عادل كمان. إن المدربين المصريين أو الناس اللي عيبة في مصر اللي بطلت العزة تبقى مدربين. بقى لهم سنتين ما فيش حتى الـ C. C مش عارفين يخدوها. مش عارفين نعملها لهم الـ C والـ B. وكلام ده بقى لهم فترة كبيرة. وبعدين أنا عاجزة سؤال الإسلامي. للحقيقة أي حد إذا كان هناك. لأن دول كبات كبار ومديرين فنيين كبار يستحقوا. الحقيقة أنه كل واحد فيهم يتكلم بهذا الأمر. ولازم نفتح الموضوع ده كتير. أنا في نقطة رصص غراء. أنا بقى أخاطب الكابتن محمد بركات. الكابتن حزم إمام. يا جماعة من فضل حضراتكم الموضوع محتاج رخص. يعني موضوع الرخص ده محتاج جاري شوية. من فضل حضراتكم تحاولوا. تشوفوا لنا هذا الأمر. علشان كل المديرين الفنيين بيشتكوا من هذا الأمر. أقول لك تجربة يا كابتن إسلام. من فضلكم اشتغلو لنا يا كابتن حزم يا كابتن بركات. يا كابتن اللي هو حلمي مشهور. لكل المجموعة اللي موجودة. الحاجة عامل حسين. أقول لك حاجة كابتن إسلام. الدور السعودي أقوى دور عربي. في حد يعترض أقوى دور عربي من 2011 في المنطقة. ودوري مصغل للدور الإنجليزي. دوري قوي وفيه سبع محترفين وفيه أفضل مدربين. أنا شخصيا جالي. أنا مش عارف أشتغل هنا ببلدي. في مصر مش عارف أشتغل. أنا اشتغلت قبل كده في أربع فرق دوري السعودي. أنا لعبي يجي 54 مباراة مدير فني في الدوري السعودي. أنا حبيت أرجع تاني. جالي نادي. بس قالوا لي معاك البرو. مش هنخليك تدرب. أنت معاك البرو قلت لهم لا لسه مخدتهات. لأن القرى بتاعتي أو بلدي مخدتهاش. قالوا لي لا لا. اتحدى الكورة. أنا بكلمك السناء يعني السناء دي أنا جالي فرقة كلام. ولسه بنتكلم معهم. قالوا لي لا البرو. أنا هاوصل لحضراتكم الكلام ده. يعني الناس اللي أنا أقدر أكلمها أكلمها. دي سنة بتخدها في سنة. النقطة اللي أنا أعجي سنة. النقطة بخصوص بس الأجانب اللي بيجوا مصري. فضل. يعني أيا كان المدير الفني للتحدي اللي عايزيني يبقى أجنبي أو المتخب الأولمبي. يا جماعة المشكلة إن إحنا. المشاكل بتاع قطاعات الناشئين كلها إحنا حفظينها صم. يا ممكن راحت كده غمض أنيقول أول حاجة تاني حاجة تالت حاجة رابع حاجة. بس هي المشكلة إن مفيش حد بيساعد. يعني المشاكل اللي موجودة بالنسبة لقطاعات الناشئين عادل. وأنا يعني عشان أنا داخل الموضوع ده. فإسلام هي عايزة مش عايزة جاهة واحدة هي اللي تحل المشاكل دي. مش عايزة اتحاد الكورة. مش عايزة الأندية بس ده لازم وزارة الشباب والرياضة البلد كلها يبقى مشروع متكامل بيساعد فيه المؤسسات كلها إنها تحل القصة المشاكل اللي في الموضوع. يعني على سبيل المثال مثلا إحنا قلنا إصلاح الكورة المصرية هيجي من تحت. يعني قطاعات الناشئين براعم والناشئين. أول مثلا مشكلة فيها هي مشكلة ملاعب. مشكلة الملاعب دي تحت الكورة مش هو اللي يحلها. اللي لازم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الحكومة مع الدولة. أولا تنسيق كمان بين الولد الصغار سواء برعم والناشئ. في عملية ضغط عصبي عليه كبيرة جدا. اللي عارف يبقى لعيب كهرة ولا عارف يتعلم. لازم يبقى فيه تنسيق بين وزارة التربية والتعليم. خلي ما لك أنا ابني السناني كدر. بالله إذا ما تقول بالزبط. إنت إحنا سيبين أولادنا للأمهات بتجري عينب العربيات. تحطهم في العربية والبسوا في العربية عشان يلحق. يخلص مدرسة وروح على مشاعر. ما أنت لازم وبعدين الناس برضو لها حق. ما أنت مش عارف ابنك ده. هيكمل ولا مش هيكمل. ولو مش هيكمل. ماهو لازم ياخد موازي التعليم. هو أنت عاوز تطلع بطل. هتطلع بطل إزاي ولد بيخرج من المدرسة الساعة 8 الصبح. وبيرد البيت الساعة 4. وبياخد نفسه وبيجري وبيتمرن من غير أكل. أنت ما بتعدش أنت عندك أساس مخوخ من العيب المصدر. بروح يتمرن على ملعب وحش. وبيتمرن مع مدرب غير مؤهل. وأساساً المدرب طلع عينه. والنادي اللي بيدربه ومش عايز تديله بحاجة. وبعدين في نظام مسابقات كمان غلق. طب انت أقول لي إيه الصح عشان يطلع لك لعيب كويس. إيه الصح؟ المدرب الناشئين يجب يبقى أشهر. ما عليش. ما يفعش الكلام دلوقتي في المدرب الناشئين. عايز حلقة كبيرة. عايز حلقتين. لا مش حلقة ده عايز سلسلة حلقة. كلمة واحدة كتل الإسلام. مدرب الناشئين لازم يبقى أشطر وأشهر من المدير الفني بتاع النادي. مظبوط. مظبوط. لأنه كلام مهم جداً. وأوعد حضراتكم إن إن شاء الله لما نبدأ. إن شاء الله حتى حلقة في الأسبوع نتكلم فيها عن هذا الأمر. وممكن طبعاً مع كابتل أسامة حسني في الأجبال برضو نقدر نتكلم في هذه الأمور. لأنه في النهاية نفسنا نشوف ناشئين على المستوى وأجيال كتيرة جداً. وموضوع الرخص ده برضو عايز سلسلة من الحال. لكن أنا هنفهم برضو من اتحاد كرة القدم إيه اللي ممكن يحصل خلال الفترة القادمة. بس أنا عايزة أقول خبر مهم جاليد حالاً. إتحاد الأفريقي الكاف بيجري تعديلات على مواعيد القيدة الأفريقية. اللي هيشارك من الدول التمهيدي الأول. القيد مفتوح لغاية 22 أغسطس بدلاً من 15 أغسطس. يعني هو دول الـ 64 أعتقد هو الزمالك بس اللي هيشارك في الدول التمهيدي الثاني. القيد هيبدأ من 23 أغسطس حتى 15 سبتمبر. القيد الأول من 22 أغسطس بدلاً من 15 أغسطس. اللي هيشارك في الدول التمهيدي الثاني باب القيد هيبدأ من 23 أغسطس حتى 15 سبتمبر. إن شاء الله النادي الآله يستطيع الاستفادة من صفقاته مع انطلاق. والنادي الآله يلعب في أبطال الدوري؟ نعم. والآله يلعب في أبطال الدوري؟ ده يا رجل. لا بجد أنا باستفسر. أما كانوا عايزين ما يلعبوش ليه للناس اللي في مصر هنا؟ خلي بالك أنت أنا مفتحتش الموضوع ده. أبطال أفريكيا. أبطال أفريكيا يا كابتن الإسلام بدون النادي الأهلي. هتبقى دورة رمضانية. عارف ليه؟ مش هزار. يعني أنا ناس كتيرة كانت تكلمني تقول لي عم إسلام أنت سايب الموضوع كده. ما تتكلمش في ليه؟ يقولون يا جماعة إن الله مع الصبرين. أنا أعلق في حاجة. أنا متأكد إن شاء الله أن هذه حالة تحصل. لا الحاجة المهمة ده البطولة دي من غير النادي الأهلي تسويقيا ما ينفع. الاتحاد الأفريكي مش خلي بالك هما مش هبلي يعني. الناس فهمة. صدقني لو كان النادي الأهلي لما ما بلعبش في البطولة دي. القيمة التسويقية بتاعت البطولة تنجد 50% ما حدش يسمعنا حاجة. أنت عندك مشكلة كمان هتقابلك في ضغط المبارات. لما البطولة الجديدة اللي التحاد الأفريكي عايز يعملها السوبر الأفريكي دي بقى. دي كارثة الكوارث. هتبقى كامة متشاط قد كده. فأنت لازم تشتغلها من دلوقتي. من دلوقتي اللي جاي بقى. هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هتقلل إزاي عدد متشاطك عشان تقدر تخش في كلامك. دي موضوع برضو كبير يا. مجموعة جوائزة بتعرف 12 مليون دولار. لازم تتلعب. لازم تتلعب حجيبي. دي ممكن تقديلي الجايزة كلها. ربنا يساعد إن شاء الله والأمور تمشي بشكل جيد. شكرا جزيلا أنا كابتال حشيز. شكرا جزيلا أنا كابتال عدد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أنا كابتال عدد. شكرا جزيلا على تواجدكم معنا. هنطلع فاصل. وبعد هذا الفاصل هنستقبل كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير.